ضجيج مكينات الخياطة لا يهدأ في هذا المصنع فالجميع هنا يسابق الزمن لتجهيز دفعة جديدة من زي طلاب المدارس استعدادا لطرحها في الأسواق فهذا الموسم يعتبر محركا هاما لمصانع الألبسة الجاهزة أكثر من أي موسم آخر موسم المدرسة من أحسن الموازن فيه خلال السنة يكون فيه كمية إنتاج كويسة مقابل ربح يكون مش كثير عالي ولكن عشان يكون جيد للمستهلك اليوم وتشهد صناعة الغزل والنسيج انتعاشا ملحوظا في الآوينة الأخيرة بعد قرار وزارة الاقتصاد بغزة تحديد الكميات المستوردة منها لدعم الإنتاج المحلي حيث يعمل في هذا القطاع ما يزيد عن تسعة آلاف عامل مثلما يحرك موسم المدارس عجلة الصناعات النسيجية في غزة فإنه يحدث كذلك انتعاشا في الأسواق التجارية فرغم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأغلب مواطني القطاع إلا أن الجميع يحرص على توفير مستلزمات المدرسة وهذا ما ينعكس إيجابا على الحركة التجارية في إقبال في جمهور إحنا كنا محاضرين لإقبار مصنعنا في غزة ومجهزين الأمور والحمد لله في إقبال على المدارس وفي إقبال للقرطسية عشان الأسبوع الجاية المدارس أكثر من 625 ألف طالب وطالبة في غزة مسجلون للعام الدراسي الجديد على أمل أن لا تؤثر الظروف العامة على تحصيلهم العلمي محمد ضعلوشة المشهد غزة